يصلح في يدي وفي داري وثمتنه بالهاد الوفيد السيد عبد العزيز الامغاني والضيف المرافق له لشخصيته السيد هيثم من اللبنان واخونا الكبير الحاج مالك فال اخونا ابن عمنا من بير ومريدنا وابن بنتنا الاستاذ مختار جاي مرحبا بكم باسم طوبى مشيخة واحبابا واعتباعا مرحبا بكم باسم الطريقة المريدية الصوفية السنية التي اسسها مولانا عبد الله وخديم رسولي الشيخ احمد ربن با خادم الرسول خادم جدكم فباسم الشيخ اي الخليفة العام الشيخ محمد المنتقى ابن الشيخ محمد البشير ابن الشيخ احمد البنبا الخليفة العام لطريقة المريدية الذي اعطى انا اوامر وتعليمات سامية انا ومجموعة من اهل طوبى في مقدمتهم دائرة روض الرياحين الهيئة العليا المكلفة للشؤون العلمية والثقافية هنا في طريقة المريدية المؤسسة دائرة حزب الترقية العلمية الثقافية واللجنة ان شاء الله تعالى سيتولون دائرة مقدمة الخدمة هذه الهيئة العليا التابعة للخلاف العام والتي تتولى كثيرا من القطاعات الاسلامية هنا في طوبى مثل ادارة المسجد الجامع ادارة المقابر ادارة كثير من تسيير شؤون هذا البلد وبعض من ممثل بلدية مدينة طوبى المحروسة هذه البلدية الخاصة والتي لها طابع خاص كما في علمكم ان مدينة طوبى هي المدينة الوحيدة يسكنها ما يزيد على مليون شخص ولا يدخلها الخمور ولا التدخين ولا من يدخن وغير وغير وكل مراحل التي تخالف الشارع الاسلامية ممنوع في هذا في هذه المدينة المباركة من عن باتا ومن يرتكبها يعرض نفسه بالقانون بالموافقة من الحكومة السنغالية اذا هذه مدينة ان شاء الله تعالى اذا فتعرفوها اكثر بعد زيارتكم هذه الميمونة فباسم هذه مجموعات التي ذكرت لك نيابة عن الخريفة العام وباسم كافة اهل الطريقة المريدية نرحب بكم في مدينتكم بهذه زيارة الميمونة للاول مرة تزورنا مدينة الطوبة وضيفنا العزيز علينا التعرف احد علماء العالم اسلامي واحد من المفكرين واحد دعاة الى الله تعالى بالحكمة والموعزة الحسنة واحد اهل الذكر احد القوم احد الرجال التصوف المحاضر السيد عبد العزيز الامغالي سديج الضوحة الشريفة حفيد البيت النبوي الشريف فَمَرْحَبَم بِهِوَا وْمَرْحَبَم بِكَ وَأْتَارَيْزِ وفي هذه المنطقة التي يمكنك التغسير فيها لكن نحن بشكل تحديث يمكننا أن نسيق في التحديث ويجب أن يكون لدينا أجل كما تكون لدينا أجل ويجب أن يكون لدينا أجل ويجب أن نضيف في الأدنسية للمشاهدة فرصة عبدالعزيز ترجمة نانسي قنقر 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 ليسمون أحب الأ skippingدة من أشياء الحقيقة ولكن جميعهم واحدة إنهم نُتحدثت إلى استقلات الأجلية لتحثنا أنهم نشاء فقط لقد قد نواث الأحساب خاصة مع نهاجة صديق ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لحسن صدافتكم وترحيبكم وحرارة لقائكم ولكل أخوان والمشايخ والأحباب موجود في هذا المكان والذين سنراه من بعد إن شاء الله لا أحس نفسي في بلد تاني لكني أحس نفسي في وطني وطني الأول وأصلي الأول وهو مجمع نور الله الموجود في قلوبه كل من يبحث عن الله وكل من يذكر الله أتيناكم من بلادي المغرب وأخي الشيخ حيسام أخي الشيخ مالك وحبيبنا الحج مختار لزيارتكم ولأتبرك منكم وقت الإقامة قصير عندكم لهذا لن سأذهب إلى اللب مباشرة ما أتابي إليكم إلا يقيني مشاهدة أن الطريق إلى الله واحد كلها أسماء لكن الأصل هو الطريق واحد تختلف الألوان وتختلف الأشكال لكن الحقيقة واحدة هذا أصفر وهذا أزرق هذا له شكل وهذا له شكل هذا له منظر وهذا له منظر لكن الهدفة والحقيقة واحدة العمل واحد فهذا اليقين بأن نور الله واحد هو الذي أتابي إليكم ما سألني الأخ قال لي أي طريقة أنا لم أجامله لما قلت له لا أدري لأنها ليست مجاملة ولكنها حقيقة الله يشهد أنني لا أدري لا أدري لأن كيف يحس الإنسان والمريد بلونه وشكله وحجمه وهو في حضرة الله إنما نضره لنفسه ولطريقته يدل على غفلته عن الله وحضرة الله تغفلنا عن كل شيء إلا هو هذا نشكركم كثير الشكر واسأل الله أن تكون زيارة نستفيد فيها منكم ومن مدينتكم ومن علمكم ومن تجربتكم في الدعوة إلى الله ونشر كلمة الله وتوحيد كلمة المسلمين وهدم كل ما يمكن أن يفرق ويبعد المسلمين بعضهم عن بعض كيفما كانت طريقتهم أو فكرهم لكن هذا الإسلام أتى لوحد لا يفرق فإن افترقنا وتفرقنا باسمه فنكون أجهل الجهال به فإذا الله سبحانه وتعالى أمر الخلق كيفما كان دينهم نخرقناكم من ذكر وأنت وجعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذا القبائل والأديانات كيفما كانت جعلت لتتآلف بينها وتتآنس فكيف بالمسلمين بعضهم مع بعض فالله يبعدنا عن النظاري لغيري ولا الانشهاد لغيري ولا التفريق بين المسلمين باسمديني وَجَزَلْكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَجَزَلْكُمُ اللَّهُ خَيْرًا السلام عليكم ورحمت الله فتحدي�나 وَجَا أُنْشَةَ وَجَ الرَّزِ أَبْخَرًا ويجعل بيذب الى اليوم ويجب أن يكون لديك المخطار ويجب أن يكون لديك المعبادل في هذا المحاول. أجل الله سبحانه وتعالى أن تتعلم أن هذه المحاولة لكي تتعلم أنه ويكي تتعلم أنه ويكي. ويجب أن يتعلم أنه محاولة فيكي. c'est ma conviction et c'est pas une conviction théorique c'est une conviction visuelle que le chemin pour Allah est un et on n'arrête pas de répéter dans nos prières et cela cela veut dire un ce veut dire qu'il n'y en a qu'un les couleurs peuvent différer les gens peuvent différer ولكن يوجد عادية ومسر incidents يجب أنين حتك شخص الأمر مجد رؤون بيو هدو لكنهم يعني يجب على عمل الإضاق لن يكون لديه لن يؤمن المشهر أكبر وأكبر أو في هذاوه نحن اتتاخله وان أستطيع تنامون وان داخل تنامون وان أستطيع أن نعرف أمع الله فقد أنه يجب أن نرى أكثر من الله ليس مليئًا من أن يكون من أكثر من الله أن يجب أن نرى أكثر من الله مع الله لا يوجد الله أن الله سبحانه وتعالى نفتلك من هذه المنزل أن نفتلك من المنزل من هذا الكهير أحمد بمبا خادم الرسول يكون ممتعاً 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 كما يسمونه الكثير من الممتعات من المصدر الناس الحمد لله الله سبحانه وتعالى فيها مزيزة الكورة من أين ومن أين أو كل الأن يسألون أهل للمساك لتعطيق على هذا الإسلام وممتعه للمساك وممتعه للمساك في الناس شكرا للمشاهدة إبراهيم عليه السلام il a demandé à الله سبحانه وتعالى il cherchait الله et il sentait cette grande lumière d'Allah dans son cœur et il voulait la chercher il dit ce que je ressens dans mon cœur et cette grandeur et cette lumière et cette présence de la divinité dans mon cœur peut-être que c'est la lune tiens peut-être ce que je ressens dans mon cœur c'est ça et puis quand la lune a disparu il a dit non c'est pas ça la lumière que dans mon cœur ne s'absente jamais il est toujours là puis il a vu le soleil il a dit ça c'est plus grand je vais peut-être que c'est ça mais quand il a le soleil disparu il dit c'est pas ça finalement et en fin de compte il a dit Allah si tu ne me guides pas vers toi je serai éternellement perdu donc je viens pour voir ce qu'il y a derrière la couleur cette vérité que je trouve partout parce que la seule vérité la seule vérité qui existe dans tous les torucs et c'est elle qui guide les torucs et les gens des torucs la seule vérité c'est la lumière de Seyyidina Mohamed la lumière de Seyyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qu'il y a autour c'est qu'un des corps, une façade la vérité est une la lumière de Seyyidina Mohamed il n'y a pas de guidance de cœur vers Allah sans cette lumière de Seyyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il y a plusieurs couleurs et je viens voir ce qu'il y a derrière les couleurs et je trouve toujours cette lumière de Seyyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et c'est ce qui fait l'unicité de tous les torucs il y a combien de torucs ? une nous le Rasoulillah c'est la chine de Seyyidina Mohamed Allah sallallahu alayhi wa ta'ala il l'a qualifié d'un grand nom il n'a pas dit Khadim al-Tariq ou Khadim al-Tariq al-Muridiyya Khadim al-Rasoul ça veut dire qu'il a enlevé tous les obstacles et tout ce qu'il peut cacher de cette vérité il s'est retrouvé avec la vérité unique et seul Seyyidina Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est pour ça qu'on l'appelle Khadim al-Rasoul c'est une question et c'est un projet qui peut aboutir difficilement et c'est ce qui peut se mettre au travers de cet objectif qui est grand c'est l'unicité des musulmans et de la voix de l'islam c'est l'ego chacun d'entre nous croit qu'il est dans la vraie vérité et chacun d'entre nous je parle de mon expérience personnelle par exemple chez nous au Maroc même entre nous dans les torocs ça c'est soi-disant les sophies il y a ce sophie qui dit ma tariqa c'est mieux que leur tariqa et mon cher c'est mieux que leur cher et les autres leur dire que ce n'est pas bon entre les sophies c'est une gravité extrême quand le nefesse et l'ego commencent à monter sur les valeurs du sophisme pour éparpiller les musulmans tout ce qui peut arrêter cet objectif qui est grand l'unicité des musulmans c'est l'ego et pour faire face à cet obstacle il y a deux moyens il faut lever le débat lever le débat en attachant le cœur des gens à Allah et en arrêtant de parler de char Allah avant de parler d'Allah il faut faire les choses dans l'ordre quand on rentre dans la législation avant de parler d'Allah et de faire connaître Allah on est confronté à l'obstacle de l'ego de le nefesse c'est pour ça que toutes les recommandations de l'islam dans le Coran quand on veut interdire ou qu'on vient montrer ça commence par il faut commencer par il faut commencer par avant de passer à la législation et le second obstacle il faut unifier le langage de l'islam il y a des termes qui gênent maintenant et surtout avec l'arrivée de mouvements qui sont un peu radicalisés et qui utilisent l'ignorance des gens pour leur dire par exemple que le tasawuf c'est un terme qui n'existe pas c'est une bida'as et ça n'a jamais existé pourquoi vous parlez de tasawuf ? et ça ça montre l'ignorance mais on doit s'adapter avec l'ignorance en revenant aux termes de l'islam si le tasawuf gêne 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 ne gêne pas et les bata'fil-humiyyina et les bata'fil-humiyyina et les bata'fil-humiyyina le tasawuf gêne ça gêne le tasawuf on ne dit pas le tasawuf on dit le tasawuf la purification ça ne te dérange pas parce que c'est dans le Coran Dikr Tariq tous les termes et les choses on doit revenir aux termes du Coran parce que tout existe dans le Coran et dans le Sanat et comme ça on arrête on arrête la poussée des gens qui profitent de l'ignorance des musulmans pour séparer les musulmans et éloigner les musulmans des uns des autres Inch'Allah je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi Inch'Allah Vargolovicu Vargolovicu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada